اشتركوا في القناة ادوار الاقصائية لموسم 2021-2022 لبلوغ النهائيات فهذه الرياضة ولا تتعرف واحد الجماهير ولا تتعرف واحد الاقبال للمشاركين خصوصا الاشخاص في اعاقة واللي الحمد لله انه استطعنا اننا نكون واحد منتخب وطني اللي غادي يشارك ان شاء الله في شهر اكتوبر المقبل في بطولة العالم اللي غادي تكون في تركيا واللي تنأمل ان المنتخب الوطني باشي لعب ادوار طلائعية في هذه البطولة ولما لا انه يكون في المبعين الرابع الاوائل على المستوى العالمي اليوم الختامي للبطولة شهد اجراء مباراة الترتيب والمباراة النهائية لتحديد بطل المغرب مباراة الترتيب جمعت بين فريقي اسود ونهضة اجديرة وانتهت لصالح الاول بهدفين نظيفين اما المباراة الختامي الحاسمة بين ابناء فاس وجمعية امل سلا والتي تميزت بندية كبيرة بين الطرفين فانتهت لصالح الاخير بثلاثة اهداف مقابل هدفين ليتوج ابناء مدينة سلا بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم لمبطوري الاطراف للمرة التانية توليا الحمد لله اليوم فزنا ببطولة وطنية يعني تاني مرة كنفزوا بالبطولة وطنية كرة القدم طوري الاطراف الحمد لله جود اللاعبين يعني عاد خرجنا من واحد طربوس دي المنتخب الوطني مطوري الاطراف في مدينة سلا ويعني درنا واحد المجهود كبير الشباب تقاتلوا والحمد لله كان هدواء الفوزة دا الجلالة المالك محمد السادي سلا ينصروا اليوم كانت نيائي البطولة كما كتشوفوا ما بين فريقين فريق ديال ابناء فاس وفريق ديال امل سلا فريق ديالنا ما حلفوش لحد اننا نفوز البطولة ولكن قدمنا واحد البطولة اللي هي كبيرة طبيعة الحال وكانت صارات كبيرة في الاقصائيات ديال البطولة هادي حد اوفر الجمعية ناجميات ابناء فاس واني ان الامل سلا على الفوز بهذه البطولة هادي هذه البطولة الحديثة العهد ابان خلالها اللاعبون مبتوري الاطراف عن علوي كعبهم وتقنياتهم العالية ورغبتهم الكبيرة في نهج مصار النخبة الوطنية التي حققت رسبة متقدمة في دور بولندا وتأهلت الى كأس العالم بتوركيا ما بين 30 شوتنبر وتاسع من اكتوبر لهذه السنة